اشتركوا في القناة مية بالمية رح بلش بكلمتين حلوين رح قول انه على طول الابتسامة حلوة بتفوت دغري على القلب لانه هي مصدر للطاقة الايجابية للعالم بالتواصل مع بعضهم بالتالي اذا كان واحد كمان ضحكته حلوية هذا الشي بنعكس ايجابيا على الشخص يلي موجود مقابله بطريقة التعاطي دكتور اليوم يعني فيه تطورات كتيرة صارت حضرتك طبيب من اكتر من 25 سنة وعم تمشي هالأمور بشكل كل ماله افضل لقدام اليوم بهالتقنيات الجديدة شو الفرق بينها وبين التقنيات القديمة هلأ فيه اشياء ما بنتغير مع الوقت وفيه اشياء بتظلها سابتة على طول يجب بيخدها بعين الاعتبار يعني منواجه كتير على طول بيجوا لعنا على عيادة بيقولونا دكتور بدنا ضحكة مثلا مثل الفنين الفلاني او مثل الارتس الفلاني او مثل بيشن مرأنا عنا وقالنا او شي صورة بتكونوا حطينا حلوة كتير او شي صورة للأسف احياني بيعملوا بيعملوا بس هيك انتبارانتاز بيعملوا احيان الفيسبوك او الانستغرام بيعملوا مثل بوك شوب يعني اللي ينقل ابتسامات اللي بتعجبهم وهذا شي غلط اكيد غلط هذا الشي فانا عقول انه بيجي لعنا البيشن بيشوف بيقول بدي مثلا او مثل بيشن كنت عم بتفضلوا احكي مرأة لعنا عجبوا سنين عجبوا سنين اللي احنا عملناهم بيجي حكيم بدي مثل هاو دي سنين اكيد شي بيختلف من شخص واخر انو شكل الوجه بيختلف الدحكة بتختلف لون البشرة بيختلف وكمان الاختلاف بيكون على صعيد اذا كان هالشخص رجل او امرأة كله انهودي بيختلفوا يعني البسمة بتختلف والعضة بتختلف لهذا السبب مننا نصمم الابتسامة حسب الموطيات اللي موجودة بين ايدينا طبيعي بطبيعة الحال ما ناخد بعان الاعتبار رأي المريض ونتفهم نحن ويه ونعطيه رأينا لحتى نقدر نقنعه ونفرجيه التريتمان الاصح المثالي له وبالتالي هو بيكون كمان ممنون بين هالموضوع هيدا لانه بالنهاية كل شخص عنده خبرته بهالدمان هيدا وبيقتر يعطي الاحسن لمريضه جامي اسماعيل يلي عم نشوفه على شاشة قدام حضرتك دكتور يلي حضرتك حبيب كتير انا نحكي عنه اوقات عم تتصلح يمكن ببوتوكس اوقات في تقنيات تانية اوقات في جراحات بتصير لهالموضوع اليوم رح نحكي من ناحية طب الأسنان قدام نقدر نصحح بالجامي اسماعيل طبية هلأ في عناصر كتيري لازم نحكي عنه هلأ صدلت حضرتك وحكيت عن الجامي اسماعيل بسان منه كاكسترام يعني فينا هلأ فيه كيسز اكتر من هيك هلأ هيدا جامي اسماعيل هيدا جامي اسماعيل تصلح بالبوتوكس فيه كيس غيره هلأ من نشوفه كمان عادة بالجامي اسماعيل نقصم القسمان يا جامي اسماعيل نقصم القسمان كيف؟ يعني إذا البيشن بده فينا نعمل غير بالبوتوكس يعني بيجي البيشن اللي عنا نحن نجرب لأنه هي ناتجة عن العضل غلط الحنك الفؤاني وإدفش لقدين والشفة تبقى لقيقة مجرد ما يضحك المريض دغري بيتبين الضحكة على وجه بيتبين نيرته فبالتالي بينا نعمل له نعمل له بوتوكس بالمسلز يلي هني بيعملوا إليفاسيون للشفة الفؤانية وهالثلاثمون بيضوم يا أربعة يا ستة شهر إذا حس حاله المريض مرتاح بهاللوك هيدا فمنفوت على تريتمانت أعظم شوي أجراسيف أكتر يا على صعيد النيري إذا العضل مضبوطة والحنك منه ديفش تقدم والتالي منقص النيري ومنطول شوي صغير سنين أو منفوت على تريتمانت أجراسيف أكتر هو بيطال النيري وبيطال العضم على حد نسوا كيف يعني جراحة هي 100% هي عبارة عن جراحة منقص فيها النيري منوطي شوي من مستوى العضم لحتى نعلي المجال وساعتها بس بهالحالي هيدا إيريفرسيبل هيدا إشياء إيريفرسيبل هوني شو؟ هون أي تقنية؟ هوني تقنية الإيريفرسيبل يعني هوني مثلا بيشن نشوف دحكتها عندها نيري ملتهبة وبنفس الوقت عم تبين نيريتها عند الضحكة هوني قررنا إنه نعمل لها جراحة ونقص النيري ونضبط مستوى العضم ونضبط لها بنفس الوقت نعمل لها زيركون يوم كراون وإذا نشوف إنه وستين ضبطوا كمان وستين ضبطوا ضبط الكولور ضبط التكستير ضبط كل شيء معنا هوني وشفنا صورة قبلة عنها الموضوع هيدا شفنا هون سنين بروفيل كيف يبينو سنين على الصورة نعم دكتور أنا عندي سؤال عن موضوع العمر أو الوقت أو كمان يمكن نمط الحياة للأشخاص الأشخاص هاللي بيدخنوا الأشخاص هاللي بيشابوا كتير قهوة مع العمر شو بيصير بالسنين وشو اللي لازم ينعمل لما الاسنين بيصيروا عم بيبلشوا هكي يرجعوا لورا أصلا شو بيصير يعني شو المشاكل اللي بتصير تصيب بالسنين قبل ما بيبلش بقصة العمر أحكي شو صغيري هيك نتفي امرق مرور الكرام على إشياء مهمة نحن نصمل ابتسامة وبتجي لعننا المريض أكيد بقى نعمل بورتفوليو عنه بني أخذ صور بني أخذ تفاصيل شوية عنه يعني بنعرف أنه تصميم عند الرجل بيختلف كتير على تصميم عند المرأة لأنه بالنهاية الرجل أجرسف شوية لازم يعطي مسحة رجولية شوية صغيرة يعني الكرينات بيكون عنده بسن مرواصين أكتر السنين الأنجل طبعا السنين بيكون شوية أجو أما عند النسوين عند الستات بيكونوا شوية الأنجل أروندي السنتراليات بيكونوا شوية أطول من اللاترالي اللي حد منهم بالتالي لا يعطوا هيك لفحة انسوية حلوة وكمان بدي أحكي أنه لون البشرة كمان بالنسبة بيخلينا نطلع على على لون الأسنين بحد ذاته أدي لازم يكون في فرق أو كيف يكون درجات هيك لون البشرة ليبقى مع بعضهم هلأ حسب المريض هنهم بيكونوا مثلا بشرتهم صمرة بيحبوا سنين فاتحين أنا هيدا الشي ما بحبه وما بيشتغلي علي جميلا نعم أوكي ما بيشتغلي علي هيدا الشي لأنه إذا إلا المريض حب أن يعمل سنين فاتحة وبيضة هلأ بالنسبة لعاميل العمر عاميل العمر بيلعب بدور كتير أساسي بتصميم الإبتسام نعم يعني أكيد نحن بنعرف متفضلتي وقلتي أنه مع العمر الإبتسامة بتصير بيهتي السنين بتغير لونهم بيصيروا بيهتين وبيقصروا السنين وبطلوا يقوموا بوظيفهم الكاملة لي لأنه العب هيدا إذا هون ما عم نحكي ولا أي مشكلة صحية بصحة السنين يعني عم نشوف خلينا شوي بالصورة يلي قبل بليسة نرجع لقبلها بعد تنشوف هوني شو صاير هلأ منحكي عن هون هوني بيشان هيدا بيشان إجل لعنا أحكي نحطي بروتاز واجبي بتمو يعني بروتاز بشيله وبيحطه نحن هوني جبرنا أنه نزرع له السنين ونرجع نعطيه بيسامة تقريباً مثالية ونعلل العضة أكيد هوني علينا العضة لأنه في فاكترز سبتين ما بيتغيروا أبداً فينا على طول نرتكز عليهم لحتى نصمم دايمانشن طبعاً السنين ونصمم كمان شكل السنين حمين أنا اللي كنت عم قوله أنه ويصير ابتسامة بيهتي عند الناس الكبار بالعمر بيهتي يعني عم نحكي ابتسامة بتصير على بصفرة أكتر يعني سلم يتغير لوني لأنه بدون يرقوا سنين نعم تانكيو يا حبيبي يعني هوني عم نحكي عن أنه مع العمر بيصير اللون عم بيتغير وبتصير الشكل يعني كأنه بيصير عم بيليلي شوي أكتر حكيم مية بالمية لأنه الإماية بدأت ترق مع الأكل يلي نحنا منيكله الأسد يلي منيكله المشروبات الروحية يلي منيشربها بيرق وبيصير يشرب كولير السن هوني هاي بواطها مية بالمية لعم نقوله على الأد ايه خليليك بس كميل شو صغيرة لأنه وقت مع العمر شو بيصير بتؤثر العضة اللي عم نستهلك السنين وفيه أشخاص سير بيكزوا على سنينهم فبالتالي بينبروا سنينهم تبرى العضة بيهبط بيبطلوا السنين يقوموا بوظيفهم ومع الوقت شو بيصير بيصير في عنا اضطرابات على سعيد المسلز وعلى سعيد الحنك فنحنا كحكمة السنين ووظفتنا أنه نعلي العضة للأسف العالم تتوجه صوب تريتمين تاني وبيش بينسوا أنه السنين هن الأولوية بالنسبة لهم يعني بيروحوا مثلا بيروحوا على الشكل وبينصوا الوظيفة مرابوا لك ومش بس هيك بيروحوا على الأشياء التجميلية يعني السيفي عنا رينكلز حول الوجه مثلا أو الشفة خطة لجوة بيروحوا منعمل مثلا فيلورس للشفة ومننسى أنه السنين هن بيلعبوا دور بالصبور طبع الشفة واو وهي دي ولا مرة حكيين عنا حكيين أكيد بالصبور طبع الإخدود على شرط أنه ناخدين إياسات مضبوط كمية الزيارات المتكررة عند حكيم السنين بالعضة موصل لوقت أنه بيصير واطين كمين بيشوف مثلا بيشوف مع الكبار بالعمر الحنك بتوش لقدام لأنه بتوطى العضة وإستاتيك ما برلان نحنا منقسم الوجه لثلاثة بارتي يعني بارتي من هون لهون لهون البرتية اللي تحت للنخير لأسفل الدقن بطوطة كتير وقت البطوطة شو بيصير بيصير الدقن بيين لقدام أكتر هون نحنا وظفتنا أنه نرجع الإكيليبر والأرموني بشكل الوجه بهذه ثلاثة طبقات اللي يصيروا متسويين وهي دي جميلا يلي هي نحكي عنا استاتيك ما يعني جميلا هاو دي الياسات الاستاتيك اللي بيحكوا عنا على طول ناخدها بعين الاعتبار لكل عملية ما نعملها أو لكل عملية جراحية مش معقولة شو فيه تفاصيل وما منعرفها يعني هيدا بين الطب والتجميلة كتير مهمة هالتناسق أو هالتناغم بين الاثنين وحتى يقدر المريض يعرف كل شغلة لوين بتوديه يعني فيه تداعيات نحن ما عم نعرفها حكيم بين تكبير الشفاه أو مع العمر شو بيصير أو شكل الدأن أو غيره أدي كله معلق ببعضه بهيدا البارتي كلها رايت هيدا الشي كله معلق ببعضه وهو دي الدكتورز يلي بيروحوا بالطبيب الأساني المتخصص يلي لازم هو ينصح المريض ويوعيه على كل الخبريات أكيد بطريقته لأنه يبقى عنده خبرته ويعرف بيعرف كل مريض شو لازم ينشغله وبدي أذكر شغلة كتير مهمة كمان هي أنه ما ننسى لسه النيرة النيرة بتلعب دوري كتير مهم لأنه في كتير منشوف كتير كيسس منشوف كتير عالم لعالم بس بهمة بياض السنين ما بهمة وضع النيرة لأنه أول شغلة لازم نعملها هي علاج النيرة تنظيف النيرة لأنه نشتغل على نيري سليمي لأنه نيري سليمي بتلعب دوري بريمورديال بالنتيجة النهائية يعني إذا عملنا فساد مثلا واللثي مننا منيحة هون هي ككيرسة بتصير لأنه كتير منشوف مثلا أحيان ناس بيعملوا فساد سراميك بيصل المريض عند الطبيب بيقول له للطبيب حكيم ما بدي أدار السنيني ما بدي أبرد السنيني أبدا شو الحال بيطرح للمريض يعمل فساد سراميك فساد سراميك بلا ما يبرد السنين هذا الشيء كمان أنا مش رح أتطلع فيه الفيديو اللي عم نحضره هلأ أنا مش رح أتطلع فيه هونه فساد سراميك هونه فساد سراميك عم ترجيون بس كيف البرباراتيون بتكون كتير رقيقة وأكيد حسب الكيس اللي نحن عم نشتغله أوكي الفتلك نظرك اللي شغلي سألتين عنه ما كملتها هي أنه بالفساد سراميك على طول لازم نحضر السن شوي صغيري لي؟ أنه الفساد لو قد ما كانت رقيقة سميك أنتها 0-2-0-3 مليمتر هي بدأ بالنهاية تلقي على السن وإذا كانت ديفشي على النيرة بتعمل البربلام بالنيرة بده يتغير لون السن بتعمل مشكلة على اليزون بينها وبين النيرة مثل كأنه ضفر إصطناعي نحضه في الضفير إصطناعي فوق ضفير إيدينا تلاحظ أنت قداش بيكونوا كل الستات تعرف هذا الشيء قداش عندهم صايد إفاكت على الضفير لها سبب جود البرباريشن هالسي جام هاودي يعني أشياء كتير أساسية ومهمة لاخدها مع الاعتبار لحتى نصمم ضحكة بالضاين مع الوقت تفاصيل كتير ومتشعبة ومعلقة ببعضها بكل الوج مع كمانا حكم التجميل وغيره لحتى يطلع لنا هالضحكة يلي حكيت عننا اليوم دكتور بدنا نشكرا كتير لأنه المعلومات كتير جديدة يلي خبرتنا إياها وكتير بتخلينا ننتبهوا ما ننسى كمان أنه هيدا السن هو أول شي هو بارت صحة للإنسان بعدين بيجي التجميل من بعضه ويكون هالأدى مدروس دكتور عبدالله هابر شكرا كتير لألك أهلا وسهلا فيك رح ناخد وقفة ومنرشا